السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله تعالى هنقرأ وهنكتب مع بعض مجموعة من الجمل بدون تشكيل بدون حركات تعالوا نبدأ يلا بسم الله الرحمن الرحيم اليوم عشان نكتب الكلمة صح لازم نشوف مقطعها كم مقطع اليوم اليوم يلا حاولوا اكتبوها قبل ما اكتبها وقفوا الفيديو وكتبوها وبعد كده اكملوا الفيديو اليوم اليوم ال ده المقطع الاول المقطع التاني يو 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 اليوم 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 طيب نركز كده مع بعض المقطع الاول فيه حرفين بقول ال ال وبقف على حرف اللام ال المقطع التاني بقول ايه يو اليوم الوقفتين اللي بقفهم هنا يبقى عندي ايه يبقى عندي هنا السكون وعندي هنا السكون عشان كده بقف على كل حرف منهم اليوم الماء طيب تعالوا نكمل مع بعض ونشوف الكلمة التانية ايه لن لن مقطع واحد لن يبقى عندي لن لن اذهبا 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 تلات مقاطع اذهبا يلا وقفوا الفيديو وحاولوا تكتبوها الاول لوحدكم قرنوا بقى اللي انتو كتبتو مع اللي هكتبو انا دلوقتي اذ 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 المقطع الاول اذ 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 ها با اذهبا طبعا لو ركزنا هنلاقي ان احنا عندنا هنا المدود قصيرة عندنا مد قصير يعني بقول هنا ايه بقول هابا هابا ما بقولش هابا بقول هابا هابا كل مقطع منهم صوت قصير جدا هابا اذهبا طالما مد قصير يبقى عندي يدوبك فتحة على كل حرف اذهبا طيب يلا نكمل كتابة الجملة الى 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 مقطعين الى ايه طالما بقول ايه يبقى الهمزة تحت لا في صوت مد هنا بعد حرف اللام الى ممكن حد يكتبها كده لام والف احنا فعلا بننطقها كده الى الى وفعلا هنا عندنا برضو الف بس مش الالف دي مش الالف اللي عاملة زي العصى لا احنا عندنا الف تانية بنسميها الف مقصورة الف مقصورة نفس شكل حرف الياء لكن بدون نقطتين اسفل الحرف الى 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 الالف المقصورة صوتها بالضبط زي المد بالالف الى المد المد ساتي المد ر ساتي يلا اكتبوها المقطع الاول اكتبوها انا هقولكم انتوا تكتبوا معايا يلا ال ال مد مد المقطع التاني مد المد المقطع الثالث ر ر المد ر المد ر س المد ر س المد ر ساتي تي المد ر ساتي خمس مقاطع يلا نكتبوها المد المد ر المد س تي 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 عندي تاء مربوطة في كسرهن المدرسة يلا نقرأ يوم اليوم 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 لن اذهب الى ل المد ر ما اليوم أو اليوم 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 نون بيتكرر مرتين هنا لي أن نا المقطع الثاني والثالث أن نا لي أن نا طب طالما حرف النون بيتكرر مرتين يبقى هنا هنكتب نون واحدة ولا تنين نون يلا أنا هكتبها وهنشوف لي أن نا هي حرف نون واحد بس بننطقه مرتين لأن لأن عشان عندي هنا إيه عندي شدة يبقى حرف نون بيتنطق مرتين وعندي فتحة عشان بقول أن أن لأن اليوم اليوم كتبناها قبل كده خلاص أنتم عارفين دلوقتي إزاي نكتب اليوم عطلتن يلا اكتبوها عط عط لا عط لا تن عط لا تن عط لا تن قرنه معلنها هكتبوه عط عط لا تن ديتا مربوطة عليها تنوين وهنكتبوه التنوين بنكتبوه على طول عطلة لأن اليوم عطلة لأن اليوم عطلة لأن اليوم عطلة اراه 플�ين اوشاهدة 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 أربعة مقاطع اوشاهدة 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 حماس بدي makina مد قصير ما في الشياء هنا أشاهد أشاهد التلفاز يلا اكتبوها لوحدكم وقفوا الفيديو اكتبوها وشغلوا الفيديو تاني يلا قارنوا اللي انتو كتبتوه مع اللي انا هكتبوه التلفاز انا اكتبها كده وانتو تقولي لي صح ولا غلط ات ات اتي اتي اتل حرف التالي هنا بيتنطق مرتين اتل يبقى عندي هنا شدة اتل فا ز اتل فاز يا ترى كده صح ولا غلط سيبلكم ثلاث ثواني تفكروا خلص الثلاث ثواني يبقى غلط طبعا شاطرين كل الغلط يبقى شاطر لان عندي هنا لام شمسية لا تنطق بنكتبها وما بننطقهاش عشان هنا حرف اللام جي بعدي حرف التاء حرف التاء بيسبق دايما لام شمسية لا تنطق التلفاز التلفاز اليوم لن اشاهد التلفاز طيب تعالوا نشوف آخر جملة الكهرباء الكهرباء خمسة الكهرباء من قاطعة من قاطعة من قاطعة خمسة من قاطعة من قاطعة من قاطعة على 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 لا مقطعين على لا على ايتي 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 تلاث مقاطع يلا نكتبها مع بعض اي اي ايا حرف اليابي تنطق مرتين في شدة هنا ايا تي ايا تي حال 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 هنا اصلا عندي فيه تنوين بالكسر لان هي حال سنعمل هنا سكون عشان مش هكمل قراءة هاقف عند حرف اللام هو اخر حرف هنطو فبسكنه فهو الحال الكهرباء من قاطعة على ايتي حال اتمنى ان الحلقة كانت مفيدة من فضلكم سبولي في التعليقات بتاعتكم اي اسئلة واي موضوع عايزيني اغطي خاص بالقراءة والكتابة شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته